السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تكون عندنا توجيئة وحدة. في الوقت اللي كان لقاء هو طال عبر بعض درجات ولا خمسة ولا كنلقوا بلاصة في ارخام بلاصة في زليج بلاصة فيها الحجر بلاصة فيها الشجر هادش كله ما غديش يبقى وكتولي صورة موحدة. فكما كتشوفوا معنا كله غدي تحييذ هنا اللي في الجانبات. انتوما كما كتشوفوا معنا غنخرجوا للطريق سيلك يصلي. انتوما كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدين الكيرام اشغال مهمة هنا في ولاد مطاع الزنقة سهل رون او شارع سهل رون اللي كدينا مباشرة لنبطوطة. فكما كتشوفوا معنا دائما مشاهدين الكيرام العملي دي الحفرة ما زال غتشمل هاد اتجاه هاد هذا اللي باقي ما دازتش فيه العملية دي الحفر. اه الله يعوض محسن الناس مساكن اللي كانت عندهم خسائر جاسية ما فيما يتعلق بالطيراس. الناس اللي كانوا مساكن صاوبوا الواجهات و كانوا قلووا خلصوا الواجهة ديال المحلات والاستغلال ديال الطيراس فليوم جهت تغيير وجهت الامور ديال ان تقاد الشوارع ديال المدينة وتحيد هاد شي ديال الدروج هنا يا درجة طالعة درجة عبطة فات شي ما غدايش يبقى. نتمنى ام الله الله يبدل بمحسن. الله يبدل بمحسن. كالناس اللي مساكن خسرو الفلوس ديالهم. خسرو الفلوس كاليا نناس خسرو الفلوس كاليا غيقول لي ايه اه نعم الاس أكيد نحن نشي واحد ماضي الإصلاح وتين الناس الي هنا ماشي ضد الإصلاح هذا هو اللي كان الإخوان بعد مني نشغن بيرلك بعد مني خلان نصور الإصلاح كما أشياء الإخوان طلاقين أحد الأصدقاء اللي يتابعون العائلة ديال الطريف اللهم مذارك فكما كتشوفوا دائما حنا كنتواجدوا في المشتراع ديالو دمطا وغنكملوا معكم الجولة وغنقربكم نكون كبيرة وصغيرة فكما كتشوفوا معنا دائما مشاهدين الكرام هنكملوا معكم الجولة فالمشتراع ديالو دمطا كما كتشوفوا هنا الناس بساكن نحيدو ذاك شي لخصو يتحيد يعني كنشوفوا واحد المسألة اللي عجبتني صراحة هو التفاعل الإيجابي التفاعل الإيجابي ديال المواطنين هو واحد النقطة اللي بغيت نأكدها لكن الناس اللي كيسولوا واش غايبقى هات الجزء اللي في الوسط فكنا بغي نأكد لكم حتي مال كبير غادي بقى علاش لأنهم دوزوا تيوات ديال الطو هنا إلا رضي شو معاي البال سيبانوا لكم واحد تيوات ديال الضو ديال هنا الوسط أنتم كما كتشوفوا معايا فانتم منهم الله تشعمر هنا بطراب حمر ويعطيونا القاز هنا ويعطيونا صورة اللي تكون جميلة إن شاء الله أنتم هركزوا معاي مزيانا الإخوان هنا هدنا تيوات ديال الضو منكين تيوات ديال الضو دونك غايب قادل اسباس للوسط انتم منهم الله أن يزيدي تخدم مزيان باش عطي واحد الجماليه هنا في الجانبه باش الأمور تكون مزيانة هنا في الجناب ربطو كيحطوا التروتوار والأرض يتم معي البال الإخوان أنتم من الحفير اللي كين هنا دراها ديال جداس في الطريقة خديمة أنتم ما يعني التروتوار هنا رتحت في بلاستو العادية التروتوار رتحت في البلاستو العادية ما عنده تشي تأثير على الطيراس المتعلق بالمحلة دونك المحلة دابة غايب قادل تكون توجيه وحدة بيشان ربما يكون لدينا شي لون موحد الله يعونك أي يوم سر الله يسأل عليك يعني كنا نضروع له واحد الأمور اللي غايب تكون مزيانة بالإضافة أن الناس تحترم الماكل الخاص بالرجلين هذا هو اللي كين أما ديك العشوائي ديال الجرس العشل تروتوار وذلك شي ما خدامش ما خدامش وذلك شي ما ماشي هو هذا ما صحيحش هذا هو اللي كين طريق شي يبدأش في الأشغال هذا الطريق لك الدخلات الصنقة هذي فغنحاولوا دائما نواكبوا معاكم كل كبيرة وصغيرة ونقربوكم من إن شاء الله من الأشغال هنا كذلك عدنا في ليسر هنا في ليمن بعد دار الأمور مش عشي بوحد شكله وكبير هذا الجزء هذا اللي كنشوفه في ليسر هنا هذا كله غا تشمله عملية الحفر في الساعات القليلة القديمة كله غادي تقعد في نفوح هذا التروتوارة شي طالة شي عبتها حاجة ما غادي تبقى إن شاء الله عم مقاري بغا شو لدينا صورة جميلة دينات الشارع هذا أكيد أكيد التشارع هذا كانين أوصار اللي تكبدو خسائر كبيرة كان ناس مساكن اللي يعني يحلوا محلات جديدة خسرو فلوس كتيرة في الطير عاصة في توجيات المحلات كنقولوني من الله يعودكم خير هاتش اللي كاين بالنسبة للشارع بالنسبة للجزء اللي في الوسطرها غادي بقى الشارع غا يكون عندنا منظم هاتش ديال الدروج ما غايبقاش درجة طالعة درجة يا بطاعة شي ما غاي كونش حتى شي حاجة من هاتش ما غادي تبقى كما كتشوفوا معانا دائما فأنتمنى هم الله الخير وتيسير جميع الشي كله ما غادي شي بقى كما كتشوفوا معانا دائما مشاهدين الكرام كان حاولو نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة هنا بولاد مطاع. كما كتشوفوا الطرطور هتحط هنا وصلي هنا. قدام دي اشئيل دائما الشاركة. يمكن الفديل البيطاني التيكا. هذا الشارع سهل الرون. هات الشارع اسمي جو سهل الرون. ليكي طلع لنا احتربنا بالتوطع. وكما كتشوفوا معنا في الاشغال مستمرة ليلة نهار. اكيد اليوم كنشوفوا ان مراحل متقدمة في الاشغال. كنشوفوا امور لي كبيرة ووصلات لنا في الاتجاه دي للمدخل الشمالي دي المدينة تمارا. فكما كتشوفوا دائما مشاهدين الكارم هذه الصورة او هذه الصور الحصرية من امام اقامة رياض الناخي الجوج. كنحاولو نعطيكم بعض الازماء لربما تحتاجوها في بعض الاحيان. هنا الصور الحصرية لعملية الحفر. فاكيد غاش كون عدنا صور جميلة جديدة ان شاء الله عن مقارب. هانتوما الاخوان. هانتوما باش نحطكم في الصورة هاد الاعميدة الكاربائي اللي كنت شوفوا هنايا. نفس هاد العمود الكاربائي غيمشي على طول الشارع. وغادي اعطينا انارة اللي مزيانة. هتكون عدنا العملية دي الشجار دي ناجل الوسطى يكون عدنا القاز والشجار عايقون داك شي زوين متول. يعني مدينة تمارة غاش وليف واحد صورة جميلة. اه ما غيبقاش الفرق بينه وبين العاصمة الريفات تغييرات كبيرة غاش عرفها مدينة تمارة. فانتمنى ام الله الخير والتي سير. وخير دالي هو ادلواجهة اللي كنشوف هنا في الجانبات. واحد الواجهة اللي خلاتنا نفتخر اه بالاشغال اللي كينا في مدينة تمارة فاتحية السيد الوالي. المجهودات الكبيرة اللي كيقوم بها. اه بغينا كذلك جرادي بغينا مجموعة من الامور اللي كان مجموعة من الوصار هنا كيقلسوا في الجانبات يعني الناس ما كاتلقاش فانتخرجوا اللي ذاته كما كاتشوقوا معانا. فانتمنى ام الله الخير والتي سير يا ربي. فكنتمنى ام الله كانتمنى ام الله واحد المشاهد كنشوفه ده بالاخوان. هنا سينكولوميد في الساعة وطريقة عامرة بالناس هنا في اليمن والوليدات الصغار كي لعبوه. هنا طريق ديال تيران وهنا المدخل الشمالي ديال مدينة تمارة. وده بغادي نقطعول ما عصار في التيجاه ديال مركب الامير مولاي عبد الله. وغنديلكم فيديو خاص ماشيان على الاقدام. فكنتمنى ام الله انه نشوف اجراتي في مدينة تمارة لان فعلا اليوم الناس بغن يلقاوا فين يخرجوا وليداتهم فين يقلسوا. لان الصورة قدامكم غني عن كل تعليق الناس مريحين في جنب الطريق. وربما نشوفوا الوليدات هنا اللي اللي لعبوه جنب الطرطوار. وتكيشكل واحد الخطار كبير لقدر الله. كنظن الرسالة واضحة. ارى ولدات تخرجوا لجنب الشانطي شو 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 شو. يعني يعني الاخوان كنشوفوا امور لي صعيبة هنا يا. فكنقولوا الوالدين انتم يردوا البان مع ولداتهم. ونشمنهم الله نشوفوا جراء في بلايس اللي يكونوا مزيان ان شاء الله وميكون غير خير. ان شاء الله وليف رأسكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.